فرحة كبيرة وأهازيج يراها كل من يدخل مناطق جنوب محافظة نينوى التي تحررت من سيطرة تنظيم داعش الكبار والصغار هنا كان ينتظر دخول القوات الأمنية ويتلهف ليرى علم العراق وجنوده بين الأزقة لتنتهي بوجودهم مظاهر الدواعش وتنطوي صفحة ما يسمى بدولة الخلافة الإسلامية التي فتكت بالجميع في تلك المناطق الجيش كل حتك رجت كل الجونة ما جانا واحد حسن من واحد والله الحمد لله والشكر لله هذا والله ما أننا غير الله وانتم والله خلصتونا والله رحمتونا بيضت وجوهنا والله لا وين الفرق ضرر كثير ظلنا الآن عليكم اللهم الله وانتم الطيارات الحزينة أقول لكم مثنا بالقبور يعني ما احتلقنا عليكم نعم الجيش على رأس أبناء المناطق المحررة تحدثوا عن ممارسات عناصر داعش معهم قبل بدي عمليات التحرير وما بعدها الجلد كان العقاب الأبرز لمن يخالف التعليمات هنا أما خلال العمليات العسكرية فقد عمدت دواعش إلى منع الاتصالات وأجهزة الستلايت بشكل كامل والتخويف من دخول قوات الجيش والحجد الشعبي لتكون خاتمتهم بمطالبة الأهالي بالانسحاب معهم إلى داخل مدينة الموصل الآن لدينا نزين ولا نحدد ولا كل شي نسوي الزهار لازم أن نقربوا على الجلدينة ونرفع الزهار اللي فوق لازم نقصر دجداشة الشغلة الجقاير إذا تروح تجيب جقاير هنا على الجلد وتبيع التقرم عليها وتنجلد الثاني مرة من جلد أربعين جلدي وثاني مرة من شف مرة على الجامعة هم أربعين جلدي والحشد كان هما يخافونه بالحشد يسوني الشيش بعراضكم يستعلمون حراضكم؟ يعني السؤال فولنا نردين نحنا قمنا أن الدني نازم أسعى كثير من البيوت هنا ما عدد دواعش بس ينزمة من وراء شيني من وراء شف هما يقولون الحشد راح سو بيكم هيش و الحشد راحي الستلايت ماكو وخذوهم من البيوت وكسروه يكسروا وينطيك يعني مد ما يشتغل يعني ممنوع تا ما نشوف الأخبار يعني إذا أريد أن تحرر شي ما نشوف الأخبار إلا يعني بس هم إحنا وياهم من ندري يعني ما نشوفكم بالتلفزيون أي التلفون لا منعوه منع يخافوا ولا نخبر جبرونة نرحل وياهم يعني على المواصل ما ريدوا خلونا من منازلنا هنا ولكن جت قبل القوات الأمنية حررتنا وإحنا بقينا من منازل طلعوا وياهم يعني دروع بشري إحنا ما رفضنا ما نطلع نقول لهم هين نموت قالوا من الحجد الشعبي من يجيكم يذبحكم وما درشينه الحمد لله الحجد الشعبي من يجي والله حتى الأرزاق ما لوا يقسمها بيننا وبينهم الجنود الجنود مع الحجد الشعبي يقسمون الأرزاق ما لتهم وينطونها للعوايل المحتاجة ومع حصول بعض الأضرار في الممتلكات الخاصة للمواطنين بسبب المواجهات التي شهدتها تلك المناطق مع عناصر تنظيم داعش إلا إن عدم وجود ضحايا بشرية بين الأهالي وتخليصهم من تلك المرحلة هو أهم ما تحقق خلال هذه المعارك من القرى المحررة جنوبي مركز مدينة الموصل طارق الطرفي المدى المترجم إمتقدم اشتركوا في القناة